الرئيس التركي يتهم الغرب بدعم الإرهاب في خطاب ألقاه في أنقرة أعلن رجب طيب أردوغان أن سيناريو الإنقلاب الفاشل في تركيا تم تدبيره من الخارج بعدما كان قد أعلن سابقاً أن دول الأجنبية قد تكون ضالعة في الإنقلاب الفاشل لكن بدون تحديدها محاولة الإنقلاب هذه لها جهات فاعلة داخل تركيا لكن نصها كتب في الخارج وللأسف الغرب يدعم الإرهاب ويقف بجانب مدبيري الإنقلاب علي أن أقول صراحة إننا لم نلقى الدعم المنتظر من أصدقائنا خلال المحاولة الإنقلابية وبعدها أردوغان يتهم المعارض فتح الله غولان المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة بأنه مدبر الإنقلاب وكثفت أنقرة ضغوطها على السلطات الأمريكية لكي تسلمه إلا أن هذا الأخير ينفي أي ضلوع له في محاولة الإنقلاب الفاشلة فيما رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليمه قبل تقديم تركيا دليلا على ارتكابه مخالفة أطالب الولايات المتحدة أن تحدد أي نوع من الشركاء الاستراتيجيين نحن في الوقت الذي لا تزال تستضيف فيه رجلا طالبتكم بتسليمه كيف يعقل أن تواصلوا إخفاءه وإيواءه إذا كان لدينا رحمة على الذين نفذوا محاولة الإنقلاب فسنكون من تجب عليهم الشفقة واعتقل أكثر من ستين ألف شخص في الجيش والقضاء والخدمة المدنية والتعليم أو أوقفوا عن العمل أو وضعوا قيد التحقيق منذ محاولة الإنقلاب مما غذى مخاوف بأن أردوغان يقوم بحملة عشوائية ضد جميع أشكال المعارضة مستخدما الوضع الحالي لتشديد قبضته على السلطة